عملية التواغلات عملية التواغلات أو هذه المناورة البرية كما يشاهدونها دون أن ندخل في تفاصيلها يعني ربما تبعتوها في كثير من التلفزيونات الخطة اللي رهما تبعينها الآن واتضحة صورتها هو أنه يكون تواغل بعشرات الدبابات معهم مئات الجنود ربما أحياناً يكونوا أكثر من 2000 ثلاثة فثلاث ألاف جندي خمسة ألاف جندي يدخلون لمنطقة اليوم دخلوا للمنطقة الشمالية الغربية ودخلوا لمنطقة وسط غزة المنطقة الشمالية الغربية التي هي في أقصى نقطة في الخريطة في الشمال غزة في اتجاه ما يسمى بإسرائيل كان التواغل تع حدود مئات الأمطار ولقوا مقاومة شديدة وشديدة جداً المقاومة قالت أنها قتلت وجرحت عدد من الجنود الآن إسرائيل لا تعلن تقريباً إلا على الشيء القليل جداً بعض المراقبون يقولوا رهي تعلن على واحد من كل عشرة عندما يقتل لها عشرة تعلن على واحد عندما يجرح لها خمسين تعلن على خمسة لأن هذا مهم في الحروب حيث لأنه لو كان المجتمع الإسرائيلي وحتى العالم الخارجي يرى أن القتل الإسرائيليين من الجنود يتعظم فيقولون للمرحين المطحنة فتكون هناك ضغوطات أكثر لكي لا يذهبوا للعملية البرية وهما بالنسبة لهم العملية البرية ضرورية جداً لأنهم ارتكبوا خطأ فادح والخطأ الفادح هذا اللي ارتكبوه تحت الغضب وحالة الانتقام قالوا سنقضي على حماس نهائياً طبعاً كيقولوا حماس معها كل المجموعات المقاومة الأخرى لكنهم مركزين على حماس مش حابين يشتوا العبارات باش يقول لك حماس حماس هي داعش نقضي على حماس حماس هي الشيطان حماس هي الضرام حماس هي البربرية مركزين يعني ولذلك مش يعلنوا على ما يحدث لهم لكن المقاومة اليوم قالت أنها تصدت بقوة أنها قصفت عدة دبابات أنها حرقت أكثر من دبابة وبالتالي تكون قتلت وجرحت العشرة لا أحد يعرف بالضبط لكن تقديراتهم يعني هذا هو المتوقع أنه سيستمر لكن إلى أي وقت هذا يتبقى على قضية الصمود والمقاومة التي سيظهرها المقاومين كلما سمدوا كلما أذخنوا فيهم كلما قتلوا منهم كلما كان الدخول انتاحهم أصعب والعكس صحيح طبعا أنا حاول أن أنظر بكل بالنسبة للجيش الإسرائيلي أيضا هذا الجيش الاحتلال كلما اعتقد أنه دخل بسهولة وخرج بسهولة وأنه لم يجد أي مقاومة كلما دخل أكثر لكن لحد الآن أرى هو يدخل فيها مناطق تسمى مناطق رخوة وهي المناطق التي إما تم تدميرها تماما في أشمدنيين أو هي أصلا كانت مناطق زراعية لم تكن فيها مباني قبل هذه الأحداث في الغالب هذه التوغلات ستتم في الليل ولماذا يقوم هذا الجيش الكيان بالتوغل في الليل لأنه هو عنده عنده أفضلية أفضلية أكثر لأنه عنده الرؤية الليلية كما تسمى إلى آخره بينما المقاومين في الغالب أسلحتهم محدودة جدا وما عندهمش رؤية الليلية إلى آخره يعني في فرق ما بين واحد يمتلك آخر تكنولوجيا العالم واحد يمتلك تكنولوجيا محدودة جدا ولكنه يمتلك عقيدة قتالية شرسة وشرسة جدا حتى كما عبروا عنها الجيش الإسرائيلي نفسه النقطة الثالثة في حديثي أيضا اليوم هو الخصومات الاتهامات والخصومات الاتهامات والخصومات تتوسع لكن أخطرها كان أمس عندما أقدم نتنياهو أفوا أخطرها كان أمس عندما أقدم نتنياهو على نشر تغريدة هاجم فيها قاية الشبك الأمن الداخلي المخابرات الداخلية والمخابرات العسكرية وبالأسم قال هم اللي فشلوا وهم اللي عجزوا وهم المسؤولين على محذف 7 أكتوبي إلى آخرها خلت تغريدة لأكثر من ساعة قامت القيامة في إسرائيل ولم تقعد مشارع الوحدة التعليل قامت القيامة هناك ولم تقعد هاجموه من كل ناحية إلى درجة إلى درجة خليني نشوف لكم مقطع مما قالته جريدة واحدة من جريدهم تقول في هذا المقطع طبعا هاجموا وزير دفاع وقالوا عليك أن تسحبها وزير دفاع السابق وزير دفاع الراهن قاعد الأركان كلهم قالوا عليك أن تسحب هذه التغريدة وقدماء الجنرالات قدماء الوزراء كبار المفكرين كبار الكتاب كلهم فسحبها لكن الأثر خلاص جاء تقول هارتس وهي واحدة من أكبر جرائدهم يتهم الأمن اليوم ويعتذر غدا ويل لدولة يقودها نتنياهو أسقط نتنياهو فورا يستوجب البوست الذي رفعه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أول أمس في الواحدة أول أمس عفوا مش أمس في الواحدة بعد منتصف الليل إلى الشباكات الاجتماعية واتهم فيها في ذروة الحرب قادة جهاز الأمن بقصور 7 أكتوبر يستوجب إبعاده الفوري عن دفة الحكم بعد هذا البوست ومع أنه شطبه في صباح الغد واعتذر فإن على كل مواطن في إسرائيل وعلى رئيس الدولة والنواب وأعضاء الحكومة وقادة أجهزة الأمن التنبه بأن استمرار ولاية نتنياهو رئيسا للوزراء في هذه الساعة المصيرية هو بمثابة مراهنة على مستقبل إسرائيل كل جرائم نتنياهو السياسية التي لا يمكن وصفها تتقزم في ضوء عمل سائب اتخذه ضد قادة جهاز الأمن في وقت الحرب لم يعطى في أي وضع وفي أي مرحلة اختار لرئيس الوزراء نتيجة لنتنياهو عن نية الحرب من جانب حماس أي أنتنياهو كتب أنه لم يعطى أي تحذير في أي مرحلة أي اختار لا من طرف من طرف الأجهزة الأمنية آخر ضيوف في القناة 14 وعندها أطلق سهام السامة نحو الأهداف التي حددها كل محافل الأمن بما فيهم رؤساء أمان والشباك قدروا بأن حماس مردوع مرة أخرى ربما نقوله هنا على نتنياهو وتتجه نحو التسوية هذا هو التقدير الذي عرض على رئيس الوزراء وعلى الكابينيت من محافل الأمن وأسرة الاستخبارات كلها بما في ذلك حتى نشوب الحرب تضيف الصحيفة لا أهمية الاعتذاره فمصدره ليس في الندم ولا حتى في التوبيخ من جانب غانيتس الذي يستعد للتضحية بحياته السياسية في سبيل إنقاذ إسرائيل من أيدي أكثر زعمائها تسيبا على أجيالها غانيتس هذا هو وزير الدفاع السابق وكان أيضا رئيس وزراء لقد اعتذر نتنياهو لأن الرسالة وصلت والمهمة نفذت وحشو آلة السم انتهى بنجاح الأبواق فهمت جيدا من ينبغي ومن ينبغي تصفيته جماهيريا والاعتذار ومواصلة الكذب عن إسناد كامل لكل قادة أدرع الأمن فماذا يعرف نتنياهو عن الإسناد وماذا يساوي الاعتذار على لسان رجل متهكم عظيم الضمير يعني نرجسي تقصدنا والبوصلة مثله الويل لدولة يقودها شخص كهذا في اللحظة الأصعب في تاريخها الويل للجنود والمواطنين الذين يأتمنون حياتهم في أيديه أو يضعون حياتهم في أيديه لما كان لا يمكن التوقع من شخص مثله أن يفعل الأمر الصواب ويستقيل وهي فكرة غريبة عليه تماما أو يتحمل مسؤولية وهو مفهوم يغيب عنه عن معناه فهمه فإن على رفاقه في الحزب والإئتلاف أن يفعلوا هذا بدل منه أن يطردوه لا حاجة لشرح حجم الساعة لهم وما الموجود على كفة الميزان يجب إسقاط نتنياهو من الحكم فورا في تصويت عدم ثقة هذا المقال لم يكتبه صحفي كتبته كل أسرة التحرير موقع بأسرة التحرير هارتس يوم 30 وكما ترون ذكروا حوالي عشرة أسماء يطالبونهم هذون هما الكبار القادة اليوم في الكيين الصهيوني يطالبونهم بإسقاط نتنياهو حالا لأنه أصبح خطر حقيقي على الدولة وعلى المجتمع وعلى الجيش وعلى الجنود كما يقولون هذا وضع غير مسبوق في الكيين الإسرائيلي لم يسبق في حياة هذا الكيين الإسرائيلي أن كان في حالة حرب وتخرج واحدة من أكبر الجرائد وكثيرين أيضا مش هذه هارتس هذه واحدة منهم فقط كثيرين من الجرائد وكثيرين من السياسيين والمفكرين تاحهم والكتاب يطالبون بالإيطاحة بنتنياهو يتهمونه بالنرجسية بجنون العظمة بعدم تحمل المسؤوليات بالجهل في إدارة شأن العام بالجهل في إدارة الحرب وتهم بالفساد بمحاولة التلاعب بمصير الدولة عن طريق ما يسمي بالإصلاحات القضائية وغيرها هذا غير مسبوق في الكيين الإسرائيلي كانت عندما تحدث عندهم حرب حتى الحروب الصغيرة اللي كانوا ما يسموهاش حرب يسموه عملية عسكرية على قول بوتين كانوا يكونوا وكأنهم رجل واحد شخص واحد لا يختلفون إننا في حرب مع الآخر خلونا نكملوا الحرب بعد أن نتفهموا بيناتنا هذه المرأة هذه المرة يختلف الأمر لأنهم يعتقدون أن استمرار نتنياهو هو مدمر لمجهود الحرب يضعف الحرب جابوا بعض في قنواتهم جابوا بعض وحتى في بعض الفيديوهات اللايبات أنت جنود وضباط إسرائيليين كانوا يسبوا فيه بكلمات بذيئة يقولون نحن قبل ساعة كنا نقاتل الإرهابيين في غزة وأنت تضعف معنوياتنا وأنت تشتم قادتنا هذا إضعاف لنا وإضعاف لدولة إسرائيل هذا الموضوع رح يكبر بالرغم من أنه قبل ما يكتب هذه التغريدة قبلها بثلاث ساعات ولا أربع ساعات كانوا مجتمعين وليتابوا معي اللايب يومها تعالوا البرح يعرفون أني تكلمت عليه كانوا مجتمعين ولبسين لباس أسود كلهم ويتحدثون على أساس أنهم يقودون الحرب جماعيا وقلتنا في تلك اللحظة أنهم تحصبهم جميعا وقلوبهم شتى كما تقول الآية القرآنية الكريمة لأن من الخلف كان خصومة كبيرة جدا سواء ما بين غالانت أو غالانت هما الاثنين مع نتنياهو ولكن حتى بيناتهم هم بيناتهم خلافات ولكن الحكومة كلها منقسمة مجلس الحرب في خصومات الصهيونية الدينية مع الصهيونية العلمانية خصومات لا حدود لها إضافة إلى ضغوطات من أهالي المخطوفي إذن الموضوع عندهم يكبر ويكبر إلى درجة أن تخرج جرائد مثل هذه وجرائد كبيرة جدا أن تطالب بإسقاطه والبعض يطالبون بإسقاطه ومحاكمته فورا بما فيها بتهمة الخيانة العظمى لأنه يحبط المعنويات في زمن الحرب هذا في حد ذاته يعطينا مؤشر لمجموعة شيئات أول شيء أنهم يأخذون حرب لأول مرة وهم منقسمين جدا ثاني شيء أنهم يأخذون حرب وهم يعتقدون أن الوزير الأول اللي هو المسؤول الأول على كل شيء لأنهم الرئيس عندهم بروتوكول فقط دوره بروتوكولي فاشل وجاهل ولا يعرف كيف يدور الأمور وكل ما يهمه هو شخصه ذاته مرجسية عالية جدا أنه بالرغم من هذا الدعم الغربي غير مسبوق واللي في العشرة أيام الأولى ما كانوا شيء يقول له حتى عليك أن تحترم القانون الدولي الآن دا يتغير الموضوع في هذا الوضع وأمريكا تضع 14 مليار دولار تحتصرفه وإرسال آلاف الأطنان من الآليات والأسلحة بما فيها القبة الحديدية لأن القبة الحديدية في الحقيقة هي أمريكية الإسرائيليين يشاركين فيها بشكل أقل بالمناسبة من الخيانات العظمى أن كل هذا السلاح يمر عن طريق الأردن من أجواء الأردن والبعض يقولوا من قاعدة داخل الأردن أيضا سليل الخيانة هذا سليل الخيانة هذا من أجداد اللولين سيكمل هذا الطريق هذا ملك الأردن وستتكشف كثير من الحقيق وعلى ذكر الحقيق خلينا نسمع وش قال أحد المقاومين وهي تقريبا تأتي أيضا كنقطة تأتي لما قاله نتنياهو قال أول أمس قال إن هزمتنا إذا ما هزمت إسرائيل فإن أصدقائنا في العالم العربي وفي العالم سيهزمون وقال أن كثير من أصدقائه في العالم العربي يطالبونه بالقضاء على حماس يشددون عليه في ذلك معروفين هما طبعا أصدقائه هنا نتكلم الحكام يقصد أول واحد هو المسخة الإمارات هذا بن زايد رئيس ما يسمى بدولة الإمارات العربية ثاني واحد هو السيسي هذا المجرم قاتل المصريين في الصحات العامة ثالث واحد بن سلمان بن سلمان هذا فضايحه ليست لا حدود ويعميها ربك في هذه الأيام المظاهرات في كل مكان والاحتجاجات في كل مكان بما فيها في الكيان ذاته هو يقيم الأفراح والأعراس تركنا نشوفها مع بعض نعود نشوفوا جزء منها ضيف إليهم مانيك الأردن وضيف إليهم رئيس السلطة الفلسطينية هؤلاء الخمسة خاصة يطالبونه بالقضاء على حماس كما قال هو لأنهم يقولون خاف يعني لو انهزمتم أنتم قد نهزم نحن أيضاً هو قال لو انهزمت إسرائيل سيهزمون يعني قالوا له أنه لو انهزمتم أنتم سنهزم نحن أيضاً نعم سيهزمون هي الحقيقة الهزيمة رهي موجودة الهزيمة الأخلاقية الهزيمة المعنوية الفضيحة على الملأ رهي موجودة إذن وش قال اليوم أحد مسكين مع أنه يتحدث بكثير من التحفظ اسمعوا شي يقول موسى بورزمرزو أحد كبار المقاومين أني مندهش مما أسمعه دول عربية تتحدث إلى الغربيين يطالبونهم سراً بالقضاء عليكم السلطة الفلسطينية تطالب سراً يعني تطالب سراً الاحتلال بالقضاء عليكم وهم يظهرون عكس ذلك علنية دكتور هذا أمر مدهش للغاية دكتور وأضف إليهم بعض من يجلس على كراسي في السلطة الفلسطينية أيضاً قالوا نفس الكلام وسيئن فضحتهم وقالوا لنا أنه نحن لا نستطيع يعني أن نعلن ذلك صراحة ولكن يعني لا اقتلوهم 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 بهذا الشكل كانوا يطالب الغربيين بأن يقتلوا حماس في غطاء هذا مسؤولين في السلطة يطالبون بقتلكم السلطة تطالب بالقضاء عليكم بالقضاء على حماس نعم أنظمة عربية تطالب بالقضاء عليكم سراً دكتور صحيح كثيرة هي هذه الأنظمة أنتم بلامس في الجزيرة وفي مقابلة مع أحد المحللين ذكر ذلك بوضوح على شاشتكم نقلاً عن دينيس روس حينما ظهر خمس بلاد عربية وقالوا له هذا الكلام على راجع مقابلة أنا قرأت أنا قرأت كلام دينيس روس نفسه كله بعيداً عن ما قيل يعني هو في الأخير نقلاً عن دينيس روس وقرأت أنه قال نفس الكلام لكن عندما أسمعه منك أنت الآن يدعو للاندهاش وللصنة أنا معتقد الآن الكثير من من يشاهدنا مصدوم أنت تقول أنظمة عربية تطلب سراً بالقضاء على حماس والسلطة الفلسطينية ببعض قيادتها يطالبون بهذا الأمر دكتور أمر مدهش للغاية للحق يا أحياء أكثر من ذلك القضائف التي نقتل بها تنطلق أيضاً من بلاد عربية ومن قواعد أمريكية موجودة في بلاد عربية والمعونات التي تأتي للسلطة لمواجهة المقاومة تأتي من بلاد عربية يا أخي الكريم الوضع العربي وضع للأسف الشديد يعني صعب 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 القواعد الأمريكية بالمناسبة توجد في البحرين توجد في الإمارات توجد في سعودية توجد في مصر هذا بالنسبة المطبعي توجد أيضاً في الكويت وفي قطر وتوجد في الأردن لكن الاستخدام الآن سيتم في الدول المطبعة حتى الكويت وقطر لا يمكنوا أن يقولوا لا لا لكن نرى مخليلهم جانب لأن قطر قاعدة تقوم بالوساطات في قضية الأسرة إلى آخره فمشوا حابين يحرجوها أكثر مما يجب بالرغم من أن فيه جهات متطرفة داخل الغرب بدأت ترك رح نشوفوها بدأت تهاجم قطر وتطالب بالضغط عليها بشدة الكويت أيضاً مش حابين يحرجوه لأن المعلومات تخرج طائرات تخرج والآن فيه واحد من العفاظ الأرسل مجموعة طائرات التي تصل إلى الكيان الإسرائيلي فالناس تابع في الأنترنت موجودة لمن يعرف المواقع تابع كل الطائرات فالناس تعرف الطائرة الفلانية نزلت في المكان الفلاني ورحت للمكان الفلاني لكن كل هذه الدول المطبعة الخمسة المجاورة أو القريبة بحرين إمارات سعودية سعودية مش مطبعة رسمياً لكن مطبعة عملياً الأردن ومصر فيها قواعد بشكل أو بآخر قواعد أمريكية ومن هناك تخرج هؤلاء الذين عجزوا مثل السيسي وجنيرالات وعجزوا على إدخال قرعاً تعمى وما زالوا يعجزون إسرائيل هي تقررش يدخلش ما يدخلش البيت الأبيض وتل أبيض بل أن المقاومة رهنة شهدت عشرات المرات ما يسمى برئيس المصري هم يقول لك رئيس المصري جنيرال هذا المجري يقولوا له افتحوا برك للجرحة من المدنيين فيه جرحة من المدنيين لو كانوا ما يروحوش إلى مستشفيات خارج القطاع سيموتون بما فيهم رضع بما فيهم أطفال بما فيهم نساء بما فيهم شيوخ بما فيهم ولا واحد طبعا السيسي لا يفعل السيسي صهيوني أكثر السيسي صهيوني أكثر من الصعينا كاين يهود أشرف مليون مرة أشرف مليون مرة من حكام العرب